السلام عليكم متتبعيني الأوفياء لابس عليكم كي بقيتم زيان كنتمنى إن شاء الله كلكم تكونوا بخير على خير في الفيديو ديال اليوم غادي نصيبو توست بالبيض بالجبن الأحمر أو لا بالجبن الأبيض كما بغيتو تصيبوه كي يجي هائل الفطور والسهل أيضا كنتمنى أنكم تجربوه إلا عجبكم الفيديو ما تنسوش تديرو جام وأيضا نخليولي القصيرات ديالكم والتعاليق ديالكم وإلا عجبكم الفيديو أيضا ما تنسوش بغتاجيوه مع العائلة ديالكم والأصحاب ديالكم ندوزل المقادير وطريقة ديال التحضير غادي نحتاجو ثلاثة ديال البيضات شوية ديال الملحة تفقى دائما على حسب الضوغ شوية ديال الفروماج أحمر غادي نحتاج أيضا علبة ديال الجبل أو اللافروماج الدهن عندي نايا التوست أنا اختاريت هادا التوست ديال الزرع وشوية ديال الزيت النباتية أول حاجة غادي نهرسو داك البيضات وغادي نخلطوهم مزيان تقدروا تزيدو شوية ديال البزاري لبيتو نضيف شوية ديالملح ونخلط مزيان حتى تنساجم العناصر كلها من بعد غادي ناخدو الطوست وغادي ندوزو في داك البيض نديرو في شيط بيصل غادي نحتاجو جوج ديال القيطعة ديال الطوست في واحد المقلة اللي مكت للصقش در شوية ديال الزيت وغادي ندير داك الطوست اللي درت فيه البيض ونخليه حتى يطيب يتحمر من جناب جوج ونخليه الشي طيب بزاف باش ما ييقصاحش فقط غير يطيب البيض وغادي نحيدوه مهيم بزاف ان المقلة تكون مكت للصقش ومن بعد غادي نضيفو البيض اللي بقناه وحنا كنخلطوه بواحد الملعقة ديال الخشب ونخليه حتى يطيب ونقلبوه من جناب جوج ومن بعد غادي نجيبو الطوست اللي طيبنا غادي نستفوه بحالة شكل هذا ونقلبوه عليه البيض من بعد غادي نضيفوه الفروماج احمر بالنسبة لهنا يا انا اختاريت الفروماج احمر والجوبن ايضا تقدروا تديرو الكريمة ديال الزيتون غادي نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف تقدروا ايضا تديرو اي حاجة وتقدروا تديرو غير بحال هكار بيض والطوست بلا زيتون بلا جبن ولكن من الاحسن تضيفوه كيجير هائل بالنسبة لهدو الولا انا غادي ندير فيهم الجبن احمر وغادي نخليوه حتى نشوفو ذاك الفروماج داب وغادي نحيدوهم ونقدموهم غادي نعود معكم جوج هدو غادي نصيب فيهم الجبن بنفس الطريقة دائما نديرو شوية ديال الملحة في البيض ونضيفوه شوية ديال الزيت في المقلع غادي نطيبو الطوست اول حاجة ومن بعد غادي نطيبو البيض كيجي هائل وساهل هد الفطور يعني متكامل البيض والخبز والفروماج كيجي زوين وكي يعجب اللوليدات قدروا تديرو ايضا في كسكروت كيجي زوين بنسبة للبطا كنتفيو عليها مباشرة غيكي طيب البيض وكنضيفو الجبن وكنخليوه يدوب غيكي الحرارة ديال المقلع غيكي يدوب كنقدمو لي الطوست ديال نابس حوال رحة كيجيو زوينين وسهلين كنتمنى انكم تجربوهم ايضا حتى بالكريمة ديال الزيتون كيجيو هائلين وتقدرو كيما كتلكم انكم تديروهم هكا عاديين فطور متكامل وسهل كيعجب اللوليدات وايضا حتى الكبر كنتمنى انكم تجربوه كان هذا الاقتراح ديال اليوم كنتمنى انال الاعجاب ديالكم نطلقاه ان شاء الله في فيديو اخر ووصفة اخرى ان شاء الله اللي سهلة وبسيطة والاهم انها تكون ابنينا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة